اهلا بكم الى موجة اخبار الان اعلن رئيس كتالونيا في جلسة للبرلمان المحلي استقلال الاقليم عن اسبانيا متحديا الحكومة المركزية في مدريد والقضاء الاسباني وكانت الحكومة الاسبانية وجهت تحذيرا شديدا لهجة للرئيس الكتالوني في وقت تحاول التعامل مع اسوأ ازمة سياسية تعصف بالبلاد منذ عقود تظاهر المئات من اهالي مدينة ادلب مطالبين باسقاط هيئة تحرير الشام جبهة النصرى سابقا وذلك احتجاجا على الفلتان الامني في المدينة التي شهدت سرقات لمحلات الصرافة والصاغة وطلب المتظاهرون بتسليم ادارة المدينة للأهالي للحفاظ عليها وازالة مظاهر السلاح منها حتى مجلس الامن في اعلان اصدره ثلاثاء الليبيين كافة على العمل معا بروح التسوية وعلى الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة معبرا عن دعمه لخطة المبعوث الدولي الى ليبيا وعبر اعضاء مجلس الامن في هذا الاعلان عن دعمه بالتام لخطة المبعوث الخاص للامم المتحدة غسان سلامة الذي يأمل تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل يوليو 2018 ارسلت منظمة الصحة العالمية شحنات ضخمة تضم ملايين الجرعات من المضادات الحيوية الى مدغشقر للتصدي لانتشار الطاعون الذي ادى الى وفاة 42 شخصا وحضرت السلطات في مدغشقر زيارات السجون في اكثر من منطقتين تفشى فيهما الطاعون في تجربة للحد من انتشاره ووجهت انتقادات مؤخرا لما وصف بتأخر تعامل الحكومة مع انتشار المرض استخدمت الجماعات المسلحة في جمهورية افريقيا الوسطى لاقتصاب والاستعباد الجنسي كتكتيك حرب في جميع انحاء العالم خلال ما يقرب من خمس سنوات من الصراع وفقا لتقرير جديد اصدرته منظمة حقوق الانسان التقرير ذكر ان القادة تسامحوا مع العنف الجنسي على نطاق واسع من قبل قواتهم ويبدو انهم في بعض الحالات قد امروا به او ارتكبوه بانفسهم على حد تعبير التقرير يواجه منتخب الارجنتين اختبارا صعبا من اجل الابقاء على امله في التأهل لنهائية كأس العالم 2018 في روسيا عندما يحل ضيفا على منتخب الاكوادور صباح الاربعاء ضمن منافسات الجولة الاخيرة من تصفيات قارة امريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال ويحتاج المنتخب الارجنتيني للفوز على الاكوادور في العاصمة كيتو ليضمن على الاقل احتلال المركز الخامس واي نتيجة اخرى قد تحرم منتخب التانجو من الظهور في المونديال لأول مرة منذ عام 1970 نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة